السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على سلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب ونأخذ هذه الاتصالات الفضل يا محمد عليكم السلام ورحمة الله الفضل يا محمد السؤال هو الفرق في المية والأجر بين الصدقة والهبة والوقف كيف يا محمد الفرق بين الصدقة والهبة والوقف في المية ورمانية والله الصوت عندي مواضح يا محمد من قبلك الله يتزاك خير تقولي الفرق بين الصدقة والهيبة والوقف في الأجر وفي المعنى في الأجر والمعنى شفت شلون يا محمد أحاول أنك تشوف الاتصالات من جهتك بارك الله فيك نعم تفضلي يا آمال تونس سلام عليكم وليكم السلامة والله لنصبت عندي سؤال تفضلي يا أختي اخفض التلفزيون عندك الله يرضى عليك اخفض التلفزيون سمعيني الهاتف حابب شكرا حابب لنصبحت يا شيخ هنا هكا باي جيد ما خفضت التلفزيون يا آمال أعمال اخفض صوت التلفزيون اخفض صوت التلفزيون نقف صعاد حابب 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 تفضلي شكرا لا سمحت يا شيخ أنا عندي شوية ذهب نعم تفضلي يا عندي شوية ذهب شايته للبسة عمدته للبسة ننبس فيه طريقة حتى ننبس فيه ولكن انتي قايت في الحج قلت كي يجيني يطلع اسمي في الحج خطر احلى بالقرعة عنا الحج في تونس نبيع الذهب ونمشي به للحج هل فيه زكاة وانا ليه انتي عندك ذهب انتي اصل الذهب للبس يعني والاستعمال اي نعم نعم وحطيتي عساس تبعين لأجل الحج ها اه الى حد الان نلبس فيها ما احنا عنا في تونس القرعة القرعة معروف القرعة لكن انتي ما بعتي الى الان لي 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 slee ما زيل زهب مزيل قاعد هو على أصله ان شاء الله يا امال ان شاء الله شكرا 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 اهلا وسهلا حيياكم الله طول عمرك اهلا وسهلا تفضل يوسف السلام عليكم ورحمة الله السلام رحمة الله وبركاته تعال др هياكم وبركاته اهلا وسهلا حيياكم الله طيب لو سمحت الدكتور عندي سؤال مؤقت عندي وسؤال واقع ليس خيالي حتى أردت أن أطراها لديكم إن شاء الله تفضل يا أخي يوسف هناك أخطة تزوجت برجل ومكثت مع هذا الرجل سنوات ورزق بأولاد ثم غاب هذا الرجل خلال سنوات عديدة أكثر من أربع سنوات بشثير الأخت تزوجت برجل آخر لأن لم يعرف أين ذهب الرجل الأول فهكموا عليه أنه توفي فاعتدت ثم تزوجت برجل آخر وبعدما تزوجت بهذا الرجل الثاني جاء الرجل الأول وسلبها من الرجل الثاني والأخت أيضا قالت للزوج الثاني بأنها لم تعد تحبها هي تريد الرجوع إلى زوجها الأول وتلبت الخلعة فالرجل الثاني وافق على الخلع فالأخت اختلعت وعندها رجع المهر إلى الرجل الثاني إذن سؤالي هنا إذن رجوع الأخت إلى زوجها الأول هل يحتاج إلى أقد الجديد وكذلك إلى مهر الجديد لدي إشكالية في هذا سوء إن شاء الله سؤال واضح نعم يا يوسف واضح حياكم الله دكتور أنا يوسف في شارقة جامل قاتلية أهلا وسهلا يوسف بارك الله فيك إن شاء الله تسمع الجواب حياكم الله تفضل تفضل من معي تفضل من خيرا من تونس من أختي من تونس من تونس ما اسمك ما اسمك خيرا خيرا سارة آي خيرا من خيرا خيرا ما أدري والله تفضل أختي تفضلي حب نفسني الشيخ تفضلي أنت على الهواء تفضلي آه يا أخوي صمحني يا شيخ تفضل أختي يا شيخ يا شيخ تفضل أختي أخذ نشيت نشيت للعمرة إيه عملت عمرتي بلدي عملت عمره لأمي عملت عمره بلدي رجعنا بعد العمرة رجعنا بعد العمرة في الواقع وقال لنا شذوكم ما كلي هذونا من هنا قال نشذوكم من كلي حجار لس يا شيخ ورحت قل لها ما رحت سنسمع فيك قلت لك حذونا لك الحجار لسود مشينا لك الحجار لسود قيل الحارس مطاشر لسود قال الحرمات ميقى حزوش الحرمات ميقى حزوش وقل هو قل الحرمات ميقى حزوش ماي قريب لي هو إيدا قريبت لي بصت لإيدا هو بادو بصت لحجار لسود أبيك خيص من أنا يا حازق وإي شيخ وإي شيخ ما أدري والله اليوم الصلاة ما أدري والله من عندنا أو من عندهم من تونس بالذات يعني طيب نكتفي نكتفي شوي تفضل أبو محمد السلام عليكم أبو محمد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ مرحب أبو محمد في مشكلة للناس هذول لديهم وسواس قهري نعدي أختي الله يرحم وعديك تزعل كثير يعني الشيك ثيابها وهذا يعني ما عارفين شو المشكلة يعني نصيحة من عندك بس يعني عندها قوسواس قهري هي والله هي متحب يعني أي واحد تشوفها بالحوش تزعل الأكل حدي يلبس تزعل يعني شكلة كبيرة شوك من متى معها يعني شيء مفاجئ من زمان فترة يمكن سنة سنتين أكثر كم عمرها أربعين يعني بالأربعين فوق إن شاء الله يا محمد إن شاء الله يزالك الله خير شكرا مرحبا طيب الأخ محمد من السودان طبعا محمد كان عنده السيلة للأسف انقطع الاتصال سأل عن الفرق بين الصدقة والهبة والوقف يقول من حيث الأجر والمعنى محمد بارك الله فيك هذا الذي فهمت أنا من سؤالك الذي انقطع بأنك تسأل ما هو الفرق بين الوقف والهبة والصدقة من حيث الأجر ومن حيث المعنى أما أخ الفاضل من حيث المعنى فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ما معنى ذلك تحبيس الأصل يعني عندك عين ما هي العين مثلا شقة بناية بيت مزرعة مثلا سيارة هذه سم عين هذه سم عين تحبيس العين تحبيس الأصل هذه سم أصل سم عين وتسبيل المنفعة ما هي المنفعة ما ينتج عن هذه العين يعني إجارة الشقة ثمرة المزرعة منفعة السيارة هذه كلها في سبيل الله ويقوم الواقف بوضع شروط مثلا يقول أوقفت هذه الشقة للفقراء يعني الريع للفقراء للمساكين لطلاب العلم للمرضى مثلا لكذا على شرط الواقف هذا يسمى الوقف بالنسبة للصدقة الصدقة مأخوذة من الصدق الصدقة مأخوذة من الصدق الصدق المتصدق وهي على نوعين فريضة ونافلة الفريضة ما هي الزكاة لأن الزكاة تسمى أصرا صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهذه ركم من أركان الإسلام والثاني نافلة وهي التي يتصدق بها الإنسان تطوعا تطوعا يتصدق بها على كل أحد والصدقة لا يشترط فيها ما يشترط فيها ما يشترط في الزكاة أما الزكاة فأصناف من يستحقها ثمانية ورد ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله بن السبيل فريضة من الله واضح؟ أما الصدقة النفل هذه ممكن تعطيه للغني يجوز التصدق على الغني يجوز التصدق على مثلا الوالدين يجوز التصدق على الأولاد لاحظ كيف تختلف عن الزكاة بالنسبة للهبة الهبة هي شيء يقوم به الإنسان لأجل أن يتحبب إلى الآخرين فيهديهم شيء يعني من الأشياء التي ينتفع بها ينتفع بها هذا يسمى هبة والهبة على نوعين هبة بقصد الثواب الإثابة يعني وهبة بغير قصد الإثابة الهبة التي بغير قصد الإثابة وهي مثلا أن يأتي الأب مثلا ويهب أولاده يريد أن يعطي أولاده يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالأب لما يهب أولاده لا يريد الإثابة لا يريد مثلا منهم أن يعطوه مثلا واضح؟ هذا يسمى هبة بغير قصد الإثابة هبة بقصد الإثابة وهذا يرجع فيها لما تعارف عليه الناس مثلا المساعدات في الزواجات يجي شخص مثلا في زواج يعني زواج صديق له أو قريب أو من العائلة فيهبه شيء هذه الهبة بقصد الإثابة يعني بمعنى إذا صار عندنا زواج صار عندنا مناسبة مثل هذه يرد لي مثلها يرد لي مثلها وهذه طبعا راجع إلى نية الواهب إلى العرف المتعامل به في المكان أو الزمان أنت سألتني تقول ما هو يعني الفرق من حيث الأجر أيضا هذا المعنى ذكرت لك المعنى الأجر لا شك بأن أفضل الصداقات الوقف أفضل الصداقات الوقف و الدلي على ذلك قول الله عز وجل و نكتب آثارهم و نكتب أعقال العلماء المقصود بها الوقف لأنه يبقى وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الآية الكريمة إننا نحن نحي و نميت و نكتب ما قدموا أيضا في آية أخرى و نكتب ما قدموا و آثارهم هذا قالوا أيضا في الوقف في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث و ذكر منها الصادقة جارية صادقة جارية ما هي الصادقة الجارية إني أبني مسجد و أجعله في سبيل الله إني أوقف أرض أجعلها مقبرة للمسلمين إني أوقف شقة أو بيت و أجعله للفقراء للمساكين مثلا للمرضى هذا يسمى الوقف هذا هو أكثر أجر لأنه باقي الأجر ما بقيت العين ثم بعد ذلك الصدق الصدق يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم لا شك الصدقة هي أصلا الوقف صدق لكن الوقف لما حبس الإنسان الأصل صار أفضل الصدقات أفضل الصدقات تبقى الهبة و الهبة في الغالب يعني الإنسان يرجو من ورائها شيء هو يريد أن يتحبب يريد أن يتقرب إلى شخص معين مثلا وإن كان فيها يعني جانب أخروي إلا أن فيها جانب أيضا دنيوي ولذلك تأتي في المرتبة الثالثة حسب ما ذكرت من هذه الأنواع الثلاثة آمال من تونس تقول عندي ذهب أنا أناوي أذهب إلى الحج و عندنا الحج بالقرعة والذهب ما زال عندي هل عليه زكاة في مال و إذا حال عليه الحول أختي آمال بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يسر لك الحج أسأل الله تعالى أن يوفقك لأن تحج بيت الله الحرام بالنسبة للذهب أخت الفاضلة طبعا عندنا مسألة وهي هل الذهب الملبوس هذا فيه زكاء أم لا الذهب اللي تلبس المرأة هي اقتنته لا للتجارة اقتنته لا للكنز ما كنزته حتى تبيعه بعدين لا هي اشترته أو أتاها مهر أو شيء لغرض اللبس والتحلي في الأعياد في المناسبات بين النساء لزوجها مثلا لنسائها هذا فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه لا زكاة فيه أنت الآن تقولين أنا ناوي الحج و أنا أنتظر اسمي متى يخرج في القرعة حتى أذهب إلى الحج و أبيع هذا الذهب لأجل أن أذهب إلى الحج تقولين هل فيه زكاة الجواب لا ما فيه زكاة ما فيه زكاة بارك الله فيك ما دام هذه نيتك فإذا بعتيه و ذهبت بهذا المال إلى الحج و عدت وبقي مبلغ مالي هذا المبلغ بلغ النصاب و حال عليه الحول من جديد ففيه الزكاة أما إذا كان دون النصاب أو ينقص عن النصاب أثناء الحول ما عليك زكاة فيه ولله الحمد والمن يوسف من الشارقة بارك الله فيه يقول بأن رجل تزوج إمرأة و مكث السنوات ثم غاب ما يزيد على أربع سنوات يقول بأن المرأة تزوجت برجل آخر و عاد الرجل من جديد و طلبها من الثاني و هي المرأة تريد الرجوع إلى الأول طبعا يقول وافق الزوج الثاني على الخلع أرجعت له المهر و اختلعت منه يسأل يوسف يقول بالنسبة للزوج الأول هل يلزم أن يعقد عليها من جديد أو هل يلزم بأن يكون هناك مهر يوسف بارك الله فيك أولا بالنسبة للرجل الذي المفقود الذي غاب عن امرأته فإن أهل العلم يقولون إن كانت غيبته في طريق غالبه السلامة فإن المرأة تنتظر هذا الزوج و اختلفوا في مدة الانتظار على أقوال من أهل العلم من ذهب إلى أن تنتظر إلى تسعين سنة من ولادته قالوا تسعين سنة من ولادته و يحكون هذا أقوال و آثار عن الصحابة رضي الله عنهم و من أهل العلم من ذكر بأن تنتظر ما يغلب على الظن بأنه يعود خاصة إذا كان طريق يعني ذهب في طريق غالبه السلامة غالبه السلامة هذا القول الأول القول الثاني قالوا القول الثالث قالوا بأن الانتظار تنتظره بشرط أن لا تتضرر بهذا الانتظار وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لأنه لا يعقل أن امرأة تنتظر زوجها مدة تسعين سنة يعني أفترض الآن لو زوج عمره أربعين سنة أغاب عن امرأته كم تنتظر خمسين سنة وهذا حقيقة يعني مشقة عظيمة ولذلك المرأة إذا غاب زوجها غيب غالبها السلامة فإنها تنتظره تنتظره فيما يغلب على ظنها أنه يعود فإذا تضررت وشعرت بأن الزمن يمر والوقت يمضي فلا الحق أن ترتفع إلى القاضي وتطلب من القاضي أن يزوجها يفسخ نكاح الأول ويزوجها من الثاني واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الحالة الثانية إذا ذهب الرجل في طريق غالبه الهلكة راح إلى حرب مثلا راح إلى مواطن فتنة والعياذ بالله راح في صحراء هذه الصحراء فيها مجاهيل ما ذهب في طريق معبد ولا في طريق آمن وإنما دخل في مجاهيل الصحراء والصحراء معروفة وما فيها فإن هذا غالب أو قالوا ركب البحر قديما يقولنا ركب البحر لأنه يهلكون قديما فقالوا تنتظره أربع سنوات لفتوى عمر بن الخطاب ولفتوى جمع من الصحابة أربع سنوات فإن لم يعد فلها الحق أنها تتزوج لها الحق أنها تتزوج طيب الآن عندنا حالة رجل غاب غيبة غاب غيبة ما عرف يعني أين ذهب وهذا الطريق غالبه السلامة غالبه السلامة وليس غالبه الهلك ثم تزوجت بعد ذلك وعاد هذا الزوج عاد هذا الزوج فهنا الزوج بالخيار الزوج بالخيار إما أن يرضى وإما أن يأبى إما أن يرضى وإما أن يأبى فإن رضي أرجع الزوج الثاني أو أعطى الزوج الثاني للزوج الأول المهر الذي أعطاها لهذه المرأة واضح؟ الزوج الثاني يقوم فيعطي هذا الزوج الأول المهر الذي أعطاه للمرأة فإن لم يرضى فإنها تعود إلى الأول تعود إلى الأول وهل تعود إليه بعقد جديد هذه مسألة خلافية الذي يظهر والله أعلم أن المرجع في هذا إلى القاضي فإذا كان القاضي قد فسخ نكاحها من الأول فإنها تحتاج إلى عقد جديد تحتاج إلى عقد جديد ولذلك أيوسف المرجع في هذا إلى القاضي الشرعي مدام أنت الآن ذكرت صورة المسألة بأن القاضي فسخ نكاحها وزوجها من الثاني والفراق بين الزوجين يكون في أربع حالات الحالة الأولى الموت الحالة الثانية الطلاق الحالة الثالثة الخلع من قبل الزوجة والحالة الرابعة الفسخ من قبل القاضي الفسخ من قبل القاضي فإذا القاضي فسخ النكاح فإن الثاني يعقد عليه وإلا الأصل الأصل أنها تعود إلى الأول من دون عقد من دون عقد هذا إذا كان تزوجت مثلا يعني خاصة في الزمن السابق لم يكن بمثل هذه الإجراءات الموجودة حاليا الآن عند المحاكم وكذا وما يترتب على ذلك من إجراءات مدنية بما يتعلق بالهوية الوطنية ما يتعلق بإثبات الهوية مثلا فإن القاضي يظهر لكن تلما تقول التزامات وديون من بنا بيت من أسرة يعني 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 مستعتر نوعا ما إن شاء الله هل يجوز أنها يعطي الذكاء لأولاده؟ أب شريختي بذات الله خير مرحبا حمزة السلام عليكم صلى الله عليه وسلم عليكم السلام تباركاته يا شيء أول سؤال إن في بعض الناس يستخدمون الحديث لما ضرب الدخ في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاريتها من الأصدار غنوا في عيام بعض يستخدمون هذا الحديث حتى يعني يقولون إن الغناء والمعاذ الحلال يعني ما هو الرد يعني على هذا إن شاء الله والسؤال الثاني إذا يعني في الصلاة اللي يقرأ فيها الإمام جهرا وينكسر وضوءه وهو يعني يقرأ الصورة اللي بعد الفاتحة واللي يعني فهو ترك الصلاة وهو قاعد يقرأ فلازم واحد تاني يتقدم لكن هو ما مش حافظ الآيات اللي كان يقرأها الإمام فهل هو يعني يسمي بعد أن يبدأ صورة جديدة ولا ينتقل إلى ركوع إن شاء الله شكرا لك الله خير أرحب أهلا حمزة كلثوم نعم تفضلي السلام عليكم يا سيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكرك على هذا البرنامج أهلا وسهلا أهلا بختي هذاك الحد الحد الماضي سألتك سؤال وما فهمتني ها فهمين الآن صح لك أنا سألتك على يعني كان الزوجي تساجر مع قريبه ولكن ليس قريبه اللي ضربه الزوجي ذا بتاع السابو ضرب يده مع الطاولة كيف كيف زوجي ضرب يده مع الطاولة زوجك ضرب يده على الطاولة اه وبعدين شجار ايوة اه أنا صح أحكي السؤال للاحد الماضي اه وش 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 يا وش هو يا يعني قادة قادار ولد الرسول يعني 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 ممكن تعدي للسؤال لاني نسيت والله عدي السؤال لو سمحت يا كلثوم أنا زوجي تساجر مع قريبه و بشدة فقد فقدان أعصابه ضرب يده مع الطاولة اه واصبحت يده عاجزة عن الحركة طيب مدة ستة سنوات أو أربعة يعني ليس قريبه الذي ضربه لا ضرب نفسه ويده ضرب مع الطاولة طيب وأنتي تسأليني هل يستحق الدية يعني أسألك ما حكم يعني وش قضاء وش قضاء أم يعني ولد الرات قصدك يعني هل الآن هذا قدر الله أم هو أضر بنفسه نعم إن شاء الله عندي سؤال آخر إن شاء الله تفضلي الإسلام يحط على أن المرأة تخرج بإبن زوجها نعم والزوج المرأة تريد سيلة الراحم مع أشخاص لا يحبهم زوجها في علاق ما لا يحبهم وي تذهب وغير راضي عن أن تذهب عندهم والزوج غير راضي نعم الزوج غير راضي عن ذهابها طيب لكن علاقة بنتهم علاقة غير طيب طيب سؤال آخر يا كرثوم لا شكرا شكرا أهلا وسهلا حياكم الله يا طيب أبو محمد من أبوظبي بارك الله فيه طبعا أعتذر من الأخت من تونس اللي سألتني عن العمرة ما عرفت والله إيش قالت خاصة في تشويش عندها في الاتصال ممكن يا أخت الفاضل تتصلين من جديد أبو محمد من أبوظبي يقول عندي أخت تقريبا عمرها 40 سنة عندها وسواس قهري وتزعل يعني وتشق ثيابه وإذا شافت أحد في الحوش يعني من ذكر أشياء أبو محمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة للحالة اللي ذكرت و وصفت لا بد من يعني علاج مثل هذه الأخت وذلك عن طريقين الطريق الأول الرقية الشرعية واضح أن الأخت اللي عندكم تعاني مشكلة نفسية واضح عندها اضطراب وعندها مشكلة نفسية فتعالجونها بالرقية الشرعية وأعظم آية أو أعظم سورة في الرقية الشرعية سورة الفاتح النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية فهي تقرأ على نفسها وأنتم تقرأون عليها أو تجيبوني أبو محمد شخص راقي أو امرأة راقية على المنهج الطيب وعلى الاستقامة وواضح عندها علم أو عنده علم شرعي ويرقيها بحول الله تعالى وإن شاء الله تشوف العافية الأمر الثاني العلاج عن طريق العيادات أو المستشفيات التي تعتني بمثل هذه الحالات ثبت والله الحمد بعض العيادات النفسية أو المراكز النفسية التي فيها أطبّة مستقيمين أطبّة واعيين وناظجين ويجمعون والله الحمد بين يعني ما يخرجون عن التوجيهات الشرعية هذه كلها ولله الحمد نافعة بإذن الله وعلى أقل تقدير لو يعطونا بعض الأدوية التي تهديها وتكون مستعدة لقضية الرقية وأن بعض الناس عنده ثوران هيجان يعني ما تتحكم فيه لكن إذا أعطي بعض الأدوية وسكن وهدى ممكن يعني يرقى ويتأثر بهذا بارك الله فيك أبو محمد أم حصة من الشارقة تقول الوالد يسأل هل يجوز إعطاء بعض الأولاد من الزكاة تقول عيالهم وظفين ولا الحمد لكن بعضهم عليه يعني التزامات وعليه ديون أختي أختي بارك الله مجوبا واضح هذه القاعدة الأولى أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان زكاة لأولاده الأمر الثاني نص العلماء على جواز إعطاء الوالد زكاة ماله لولده الغارم ما معنى الغارم عنده ولد عليه قروض عليه ديون وغير قادر على السداد لاحظه غير قادر على السداد يعني عندها راتب لكن ما يكفي وغير قادر أن يسدد واضح بأنه تورط بهذه القروض أو هذه الديون بشرط أن تكون بحق لا بباطل فإن في هذه الحالة يجوز يجوز للوالد أن يعطي ابنه من الزكاة لسداد الديون أو يذهب هو يسدد عنه الديون من الزكاة كذلك الابن يعطي والده إذا كان غارم وغير قادر على السداد غير قادر على السداد فيجوز في مثل هذه الحالة أما بقية الحالات لا بقية الحالات لا بارك الله فيك لكن ممكن الوالد يعطي زوجة الابن إذا كان الولد غير قادر على الإنفاق عليها مثلا يعطي زوجة ابن مثلا واضح؟ هذه الطريقة وبالمناسبة يعني أنبه إلى قضية وهي للأسف الشديد منتشرة جدا وهي قضية إعطاء الزكاة لكل أحد يعني للأسف الشديد نحن على أبواب رمضان بلغنا الله وإياكم شهر الصيام والقيام وجعلنا الله وإياكم فيه ممن يعني يخرج منه مقبولا يكثر طبعا شهر رمضان يخرج الناس زكاة أموالي تأتيني أسئلة غريبة جدا يعني بعض الناس الآن يعطي زكاة يعني لأقاربه يقول عطوا أقاربي الزكاة طيب هذا غني هذا مقتدر ومستعق للزكاة يقول له عطوه بأي حق الزكاة الله عز وجل هو الذي تولى يعني بيان من يستحقها بقوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الصدق يعني الزكاة صعد فيهم النظر وصوب يعني نظر إليهم من أعلى إلى أسفل فوجدهما جلدين يعني قويين قال إن الصدق لا تحل لغني ولا الذي مرة تنسوي وزجرهما النبي عليه الصلاة والسلام الصدق بابها أوسع مثل ما ذكرنا قبل قليل في الجواب للأخ محمد بن السودان الصدق بابها أوسع لو تصدق على غني يجوز تصدق على والديك يجوز تصدق على أولادك يجوز تصدق على زوجتك يجوز على زوجها يجوز الصدق بابها أوسع أما الزكاة فلا الزكاة هذه ركو من أركان الإسلام لا يجوز للإنسان أن يتساهل في إخراج الزكاة وبلغني عن كثير من الفضلاء الأخيار الطيبين اللي يطلعون زكاة أموالهم لكن للأسف يضعونها بأيدي من لا يستهق من لا يستهق ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرر الفقير ويتحرر المسكين ويتحرر الغارم ما كل غارم يعطى من الزكاة في ناس عليهم قروض لكن قادر يسدد هذا ما يجوز تعطيهم من الزكاة واضح؟ شخص الآن عليه ثلاثمائة ألف أربعمائة ألف وقادر يسدد عنده راتب عنده دخله وأقصات شهرية مثلا هذا ما تعطيهم من الزكاة لكن الشخص غارم وهذه الغرامة وهذا القرض ما أعجزه عن السداد هذا الذي يعطى بارك الله في الجميع حمزة بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول بعض الناس يستخدمون حديث ضرب الجاريتين بالدف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون بأن هذا الدليل على جواز المعازم حمزة بارك الله فيك أولا بالنسبة لضرب الدف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأعراس بالنسبة للنساء النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف ولذلك يجوز للنساء أن يضربنا بالدف في الأعراس واختلف العلماء هل الرجال كالنساء بالضرب بالدف في الأعراس على قولين مشهورين الثاني بالنسبة للمعازف إما الأربع المشهورين المتبوعين اللي لهما المذاهب الفقية يتفقوا على حرمة المعازف أما الدفة هذا مستثنى من المنع و الإنسان إذا جاء ليتكلم لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم و لا يجوز له أن يختطف النصوص اختطاف ثم يوظفها توظيف معين بعيد عن قواعد أهله العلم و إنما يرجع في هذا إلى العلماء يرجع في هذا إلى العلماء و النصوص المحرمة للمعازف كثيرة و أما الدفة هذا مستثنى من القاعد وهذه معروفة المستثنيات من القواعد العامة في الشريعة مثلا معروفة هذه وفيها مصنفات لذلك ينتبه الإنسان ولا يقول على الله بغير علم حمزة يقول يعني إمام كان يصلي وقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة أحدث وهو يقرأ فانصرف وتقدم شخص ليكمل بالناس الصلاة يقول هذا الشخص لا يعرف ما هي السورة التي كان يقرأ فيها الإمام ولم يحفظها أو شيء ماذا يفعل بمثل هذه الحالة يا حمزة بارك الله فيك أولا بالنسبة للإمام إذا أحدث أثناء الصلاة بطلت صلاة الإمام وأما صلاة المأمومين فصحيحة الأمر الثاني ماذا يفعل الإمام في مثل هذه الحالة يستخلف ما معنى يستخلف يأتي بالشخص الذي وراء المؤذن أو عالم أو طالب علم مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يليني منكم أولو الأحلام والنهى ويقدم ليكمل بالناس بالنسبة للمسألة الثالثة ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بفريض ولذلك هذا الذي استخلفه الإمام لو ركع مباشرة لا شيء عليه ولو أراد أن يقرأ ليس شرطا أن يقرأ الآيات التي كان الإمام يقرأها ثم أحدث فيها أحدث في الوقت الذي كان يقرأ في هذه الآيات وإنما يقرأ ما شاء يقرأ يقول هو الله أحد مثلا ثم يركع بالمصلين بارك الله فيك نعم نعم تفضل يوم مهرة ألو السلام عليكم يا شيخ والسلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بغيت أستفسر منك بخصوص عندي زكاة وعندي واحد من الأهل والد الخال كفيف يعني هو شاب بعده بس عنده يعني طفلين بس أنه كفيف يعني وخواري هم اللي قاعدين يصرفون عليه وكذا فهل ينفى أن يعطيه من الزكاة ولا لا هو ما يشتغل يعني قاعدين ما يشتغل أي طيب أبشرين مهرة مشكر مرحب أم مصطفى السلام عليكم شيخ عليكم السلام وبركاته عندي سؤال فضل أخت فضل العفو شخص قبل عشر سنوات اتنادل عن حطه لأخي بالورث يعني يعاني الآن هذا الشخص يعاني من المشاكل المادية والصعوبة الحياة مع العلم حتى وضح لك الصورة شيخنا يملك بيتين السيارة الآن يسا أخوه يريد يرجع المبلغ ولكن هل يجوز ترجيع المبلغ بنية الزكاة بنية الزكاة نعم وهذا أخوه يعني يعاني مثلا فقر وكذا يعني يعني يشك من ظروف الحياة حياة صعبة وهو عايش بالخارج طبعا أم مصطفى تعرفين الفقير الفقير المعدم ما يجد شيء المسكين اللي عنده نص كفاية وما يكفي يعني يعني دائما يعني عايش في عازة وحاجة هل هو مسكين يعني نستطيع أن نقول مسكين لا دكتور يعني جدك أنا هو عنده بيته نص سيارة حتى لو كان عنده بيت وعنده سيارة مبلازم المسكين قد يملك سفينة مثل ما قال جل وعلا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لكن عنده بيت وعنده سيارة لكن عنده عليه عازة أي نعم يعني مو دائما يكون يعني موجود عنده عمل يعني كل ست شهر يجي عمل كل شهرين ثلاثة شاء الله يا مصطفى أبشري الله يسلمك شكرا بارك مرحبا 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 وداد نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ ناولا يديك الصحة والعافية وطلق العمر يا أخوي آمين ونستفيد من مرحبا منك جيد جميل الحمد لله الله يديك الصحة والعافية يا رب العالمين ويديك خير إن شاء الله زاكر الله خير تهضى لأختي أخويا أنا يعني مش أقول عندي وسواد بس أنا تقول الحمد لله والشكر لله يعني ربنا ناعم علي في صلاة وفي صلاة يعني الموظفون المشترين بيقول يتبعوا زي ما أنا قمت بصلي بس أنا تقول بصلي يا شيخنا عندي أسقار وعندي أفناجات مرات يوجد لإنه مثلا هذه الأشياء ما يجود لأنه رسولنا ما كان بيعمل يعني بقول دايما إنه من المنقرة دايما في تلات قرباعات في وراء القرآني ويقول لكم غليل من أباد يشاثرون لين إحنا ما نكون مثلا أشاثرون لما نأثير وقود يعني الحمد لله رب العالمين شكرا الله رب العالم يعني حاجرينه بين الله كما عادتها قلع بينه بين الله فهل هذا يعقب من صلاة أو يعني يعني أختي وداد أنت تفكرين في الآيات التي تقرأينها يعني بحقب الصلاة ها عقب ما أصل وعقب ما أسلم بعد ما تسلمين تبدين تفكرين في هذه الآيات أيوة بس كفين وتلومين نفسك يعني تقول ألوم نفسي وكذا يعني أقول مثلا هل أنا أتجاوز فوق الرسول أقول حاجات فوق مما هو كان بيتشويها طيب إن شاء الله أبشري يا وداد أبشري الله يكرمك يا رب أهلاً وسهلاً إياكم الله مع السلام مع السلام طيب حمزة من أبو ظبي بارك الله فيه لا انتهينا من حمزة خلاص طيب كلثوم من المغرب بارك الله فيها طبعا كلثوم سألتني حسب ما ذكرت الأحد الماضي الأحد الماضي وقالت بأن زوجها تشاجر هو وقريب له من شدة الغضب قام وضرب يده على الطاولة وتعطلت يده شلت يده تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة كلثوم بارك الله فيك أولاً يجب على المسلم أن لا يغضب الغضب موجود لكن يجب عليه أن لا يغضب وإذا غضب أن يستعمل الطريقة الشرعية في محاولة إطفاء جمرة الغضب ذلك أن الله تعالى امتدح الذين يكظمون الغيظ قال جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب يكررها عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول العلماء الغضب شعبة من الجنون الغضب شعبة من الجنون طيب الثاني إذا غضب الإنسان هناك خطوات يستعملها حتى يذهب عنه الغضب أو يذهب الله عنه الغضب منها الاستعاذة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعني بينهما مغاضبة مغاضبة وأحدهما قد انتفخت أوداجه من الغضب فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب رجل إلى ذهب أحد الصحابة إلى هذا الرجل يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فماذا رد عليه قال أتحسبني مجنونا شف شدة الغضب سبحان الله العظيم أتراني مجنونا ولذلك الإنسان إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الأمر الثاني الوضو قال العلماء يتوضى لماذا؟ لأن الغضب جمرة من نار وهو من الشيطان ولا يطفئ النار إلا الماء يتوضى قال العلماء فإن لم يذهب الغضب يغتسل يغتسل الأمر الثالث قال العلماء بأنه إذا غضب وكان واقفا يقعد وإذا كان قاعدا يستلقي أو ينام على جم لماذا؟ لأن الإنسان في فترة الغضب لما يكون واقف أقدر على تنفيذ غضبه من كونه قاعدا مثل زوجك كان واقف فضرب الطاولة فشلت يده فشلت يده لذلك أخواني بارك الله فيكم الإنسان ينبغي له إذا غضب أن يتصرف التصرف الشرعي لأن الشيطان يحضر المسألة الأخرى بالنسبة لزوجك الآن هو أضر بنفسه ولم يضره أحد فهو الذي أضر بنفسه ولذلك ليس على هذا القريب دية وليس عليه ضمان شيء من هذه الأشياء وإنما زوجك الآن زوجك الواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وإن شاء الله أنه من المستغفرين ويندم على هذا الفعل وأكيد من النادمين سواء بنية أو بغير نية لأنه تلفت يده الآن تعطلت والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر الآن زوجك عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن ينصح أي إنسان يغضب يقول له لا تقع فيما وقعت فيه ولا تتصرف أثناء الغضب لا بقول أو بفعل التصرف ما تصرف مرؤ أثناء الغضب إلا ندم ما تصرف إنسان حال الغضب إلا ندم بعد ذلك أسأل الله تعالى أن يتوب على زوجك ويتوب علينا جميعا كل ثم تسأل تقول يعني الإسلام يحث المرأة أن لا تخرج إلا بإذن زوجها يقول لي إذا كان هناك أرحام الزوجة تحب أن تصلهم لكن زوجها لا يأذن لها ما العمل أختي كل ثوم نعم أولا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها ولا يحق لها أن تخرج إلا بإذن زوجها لا تخرج إلا بإذن زوجها لأن الزوج هو القيم عليه فالله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولذلك الأسرة مثل السفينة لها ربان لها ربان ولذلك ربان البيت هو الزوج وخروج المرأة من دون إذن زوجها لا شك بأن يعرض سفينة البيت للغرق لأن يكون هذا نوع من أنواع التمرد نوع من أنواع الفوضى ما يمكن هذا بيت وليس فندق الإنسان يطلع ويخرج على مزاجه لا بيت له قانون له ضوابط له حشمة للأسف كثير من النساء ما يفقهن هذا الشيء ما يفقهن هذا الشيء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن لا تخرج إلا بإذن زوجها ودلت على هذا مجموعة نصوص تفيد بمجموع هذا الحكم الشرعي الأمر الثاني لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها من يكره زوجها لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيتها من يكرهه الزوج حتى لو كان من أقاربها ولذلك من حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيته أحدا يكرهه مدام أن الزوج يكرهه ما تدخل المسألة الثالث لا يجوز للزوج لاحظين لا يجوز للزوج أن يتعسف في استعمال الحق اللي منحته الشريع له جاءت النصوص بمنح هذا الحق له أن يتعسف وأن يظلم وأن يمارس هذه الفوقية بمنع زوجته أن تزور أرحامها لا سيما الوالدين من دون سبب مسوق ما في سبب هكذا مزاجي يقول المزاجي ما تروحين طيب لماذا؟ قال مزاجي ما في سبب أما إذا في سبب لا له الحق يقول بعض الناس زوجتي إذا راحت عند أختها رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به كيف؟ يقول ترجع متغيرة عليها متغيرة عليها متغيرة على بيتي طلباتها تكثر يقول إذن هي أختها هي المخببة من حقي أمنعها؟ نعم من حقك أن تمنعها من أختها لماذا؟ لأن أختها مفسدة وليست مصلحة أختها مخببة وليست إنسانة يعني تنصح بتقوية أواصر المحبة بين الزوجين له الحق أما إذا كان من دوني حق فلا يجوز للزوج أنه والله يتعسف يقول لا ما تروح للمك طيب ما هو السبب؟ يقول مزاجي لا مم مزاجك أن تأثم ولو ما خرجت المرأة فإنها هي التي تؤجر وأنت الذي تأثم تؤجر لأن طاعة الأطاعة الله ورسوله وأيضا أطاعة زوجها في طاعة الله عز وجل إلا أن الزوج يأثم لأن الزوج يأثم ولذلك أختي كلثون بارك الله فيك نعم المرأة ما دام أن زوج يقول أنا ما أحب وأكره هؤلاء الأقارب يجب علي أن تمتثل ذلك ما دام أن الزوج بينه وبينه وبين هؤلاء مشكلة تمتثل ذلك بارك الله فيك ولأنه ما يخفاك يعني وسائل التواصل مع الأرحام والأقارب يعني يسير أصبع الهاتف الرسائل هذه ممكن أن تؤدي الغرض الذي ممكن أن تقوم به المرأة في الزيارة تؤدي مثل هذه الاتصالات أم مهرة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني واحد من الأهل كفيف هو ابن خالها تقول عنده طفلين وما عنده شغل وخوالي يصرفون عليه تقول ممكن أعطيه من الزكاة أختي أم مهرة بارك الله فيك الجواب نعم يجوز لك أن تعطي هذا القريب المتزوج ولديه أطفال من الزكاة ما دام أنه غير موظف وليس له مورد مالي حتى وإن كان يعني بقية أخوالك يصرفون عليه فما في بأس لو أعطيتيه من الزكاة لا سيما مع يعني تكاليف الحياة ومع هذه الأمور الاستهلاكية وكذا ما في بأس تعطينا من الزكاة بارك الله فيك وتقبل منك أم مصطفى من العراق تقول قبل عشر سنوات شخص تنازل عن حصته لأخيه والآن هذا الشخص وعاني مشاكل وأخوه اللي أخذ هذه الحصة حاب أن يرجع له هذا المال لكن ممكن تقول يرجع له بنية الزكاة تقول لي أن أخيه عنده بيت وعنده سيارة أختي أم مصطفى بارك الله فيك أولاً بالنسبة للأخ هذا الذي تنازل عن حصته لأخيه لا شك بأنه مأجور وهو متصدق على أخيه متصدق على أخيه ولذلك هذا العمل الذي قام به عمل صالح وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية للعلم فقط للعلم أن من أسقط حقه من سهم التركة فإن لا يجوز له أن يتراجع إلا إذا كان خدع مثلاً أو غرّر به أما إذا كان هكذا بكامل قوه العقلية وبكامل إرادته وتنازل فإن الصاقط لا يعود فهذا من حق أخي المسألة الثالثة بالنسبة له هذا الأخ يجوز له أن يعطي أخاه من الزكاة إذا توفر في أخيه شروط استعقاق الزكاة لأن الله تعالى كما ذكرت أنا قبل قليل الآية القرآنية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه أنت يا أون مصطفى تقول لنا الرجل عنده بيت وعنده سيارة ما كل شخص عنده بيت وسيارة ما يستحق الزكاة قد يكون شخص عنده ذلة قصر وعنده سيارة وعنده راتب يستحق الزكاة كيف هذا يكون من المساكين الذي يدخل عليه لا يكفي آخر الشهر عنده مصاريف كثيرة عنده أمور استهلاكية عنده أولاد كثر مثلا يعني يأتي آخر الشهر الراتب هذا ينتهي ما عنده قدرة ما عنده قدرة أو رجال فاتح بيته وجيه مثلا والناس يأتونه ويتحمل ويدفع هنا للصلح بين الناس ويدفع هنا هذا يستحق ما دام أنه غير قادر يعني ما عنده القدرة فإذا كان الأخ هذا الذي تنازل جزاه الله خير الآن أصبح يعني عنده بيت وعنده سيارة لكن ما يكفي الدخل الذي يدخل عليه يذهب مباشرة هذا يعطى من الزكاة فإذا كان الأخ الثاني حان وقت الزكاة يعطي من الزكاة إذا والله ما يستحق ممكن للأخ الثاني وهذا حق عليه لكن حق غير واجب طبعا ما نستطيع نقول بالوجوب إنه أيضا يرد المعروف لأخي يقول له والله هذا يرجع الحق هذا على طريق عن طريق الهبة مثلا أو الهدية إذا كان ما يستحق الزكاة أو طريق الصدقة الصدقة تجوز على الغني واضح فإذا كان والله الأخ الذي ذكرته فعلا ممن يستحق الزكاة أخرج زكاته إليه أما إذا كان لا ما يستحق الزكاة لكن عند ضيق حال يتصدق عليه أو يهب هذا المال له أو يهدي إياه أو يهدي بعض المال مثلا إليه واعتقد بأن هذا من رد المعروف والله جل وعلا يقول هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان بارك الله فيك نعم أمت الله تفضلي أمت الله دكتور إحنا عندنا قريبنا ميسور الحال انتقلنا يوم إلى البيت الجديد تصل علينا وعرض أعطانا مبلغ من المال المساعدة لنا في إتمام الأساس والأشياء للبيت وعندما رفض زوجي هذا الشيط رأى عليه أن يأخذ المبلغ ويرجع على أقصاد لا شرط علينا مدة معينة لإرجاعه ولا أثر على ترجيعه ولا طلبنا فراحة في يوم الأيام نحن الآن لنا قرابة العامين في البيت الجديد مع العلم أن الحمد لله فاتح الله علينا وأنا أرى أن زوجي قادر على أرجاع هذا المبلغ فكل ما أطرع عليه رجاع المبلغ يعني أحسي يتساهل في الموضوع وأحيانا نصي إلى مشادة في الكلام أنه هذا الموضوع راجع إلى هو اللي يعرفه أنت يرجع يعني مثل هيك يعني المبلغ كبير يا أختي ما يقارب 30 ألف درهم ولما جاء وعطاء عطابي أي نية أعطاب نية أني أوسع عليكم هاي الفترة لأنكم تنتقلوا وأنا عارف النقل يعني يعني يطلب يعني جاء يساعدكم في هذا الفترة مساعدة طيب وكل ما أطرع على زوج يقول لي حتى ولو رجعنا له ما راح ياخده أنا أقول لها بس خلينا نخضي هالخطوة ونعطيه أخذ يعني أخذ حقه ما أخذ يكون نحن ارتحنا يعني أنا مش مريح ني المبلغ طيب العادة عندكم في عائلتكم في يعني في العرف اللي عندكم اللي يجيب مثلا المبلغ في مثل عملية النقل إلى بيت جديد وش يقصد في الغالب هو يقصد المساعدة هو دائما يعني يعني مساعدة مردودة ولا مساعدة غير مردودة لا هو هاي الشخص اللي حكيت لك عليه قريبنا في العادة يساعد في في العائلة يعني يساعد لكن يعني مساعدة فقط لإنهاء أزمة معينة وترجعوا إلى المال ولا يترك لا هو هو لحد الحين عمره ما طالب حد ما طالب حد عمره ما طالب حد بس جزاء الله يعني أطرع على زوجي أنه يدفع على المبلغ لو أخذ يكون حقه لو ما أخذ نحن نرتاح يعني من هذا مع العلم أنه زوجي لا يترك وقت صلاة يدفع في زكاه الله يوصي دائما يوسع على أهله بارك الله فيك وفو نحن قادرين أنه نرجع نرجع هذا المبلغ إن شاء الله يا أختي إن شاء الله السؤال الثاني حكم العدسات والأظافر والرموش لحضر بس مناسبة مثلا من مناسبة نساء وبعدين رفعهم إن شاء الله من غير مثلا ما يشوفها رجال ولا شيء الشيء الثاني حكم صلاة الأولاد في المسجد عندنا مسجد قريب والأولاد عمر 18 و 16 سنة يعني أذكرهم أنهم يصلون في المساجد بس ما أثر عليهم هل لازم أثر عليهم أنهم يروح يصلوا في المسجد مسجد قريب مسجد قريب قريب جدا يعني الشيء الثاني لما أقوم أصلي صلاة الفجر هل من الواجب أني أقوم أولاد يصلوا معاني يظل 18 و 16 سنة يعني أنا أصلي بس ما أقومهم يصلوا يعني إن شاء الله إن شاء الله أزاك الله عنك الخير وبركة الله فيك مرحبا أهلا وسهلا أم عمر السلام عليكم السلام وبركاته باركة الله فيك يا شيخ في هذا البرنامج المفيد الله يحفظكم يا شيخ إذا كانت في زوجة شاركت زوجها بشراء أرض وهذه الزوجة دفعت مبلغ يعني مقدم والزوج ما دفع ولا فلس يعني ما عندما هي المبلغ النقدي هي دفعتها وهو ما دفع وبعدين تشاركوا في باغ المبلغ بالأقصاد يعني صار مثل دمج معاشين وتشاركوا بعد ذلك يعني الزوج بدأ إنه يستغل هالأرض لصالحة يبنيها ويأجرها وما يعطيها أرباح ففكرت أنها عشان لا تصير مشاكل ويصير الطلاق إنها تنفصل عنا في الحلال وإنها يعني تبيع جزها لكن الزوج رفض وضربها واعتدى عليها بالضرب إذا إهي حاولت إنها تبيع النص لأهو يعني يعني تبعها وبعد ذلك حلف عليها بالطلاق إذا إهي باعت جزها من الأرض راح تكون طالق فالحين هي تراجعت عن البيع ولكن ضي عليها فرصة إنها تشتري أرض ثانية السؤال هل يقع الطلاق إذا باعت جزها هل تفضلي مع عمر عمر أنت تقولين يعني زوج شاركت زوجها في شراء أرض الزوج ما دفع النصيبة والزوجة هي اللي دفعت المقدم وبعدين اللي حق على الزوج يعني تشاركوا فيه في شراء أرض تشاركوا فيه لنفس الأرض يعني كان فيه جزم المبلغ ما ندفع فهم حطوا المعاشين هم معه بعض وطبع صارت الأقصاد وخلص تمت وشاركوا الأرض كلها فصار نص بنص يعني الزوجة لها نص والزوج لا نص ويمكن الزوجة لها أكثر فإيها بس لنها يعني على أساس أن زوجها يعني استكملت حقها استكملت حقها يعني بس إيها الشنو أنه بدأ أنه يستولي على هالأرض هذه ما يظهر أنها تبطر فيها وإذا يشتغل أحد يشتري الأرض يشتري الأرض يخلي الموضوع سر بعدين بعدما الشراء يعني يروح يقولهم ترى في أحد يشتري الأرض وكان تايبت له مبالغ كبيرة وهو كل هذه هالفترة هذه كان يبعد هالشرايا هذين يبعدهم عن الأرض عشان لح يبيع وعندما يعني عرفت أنه بدأ يتحايل عليها ويستغل الأرض فقالت عشان لا يصير الطلاق قالت لا خلاص أنا أخذ نصيبي وإنت أخذ نصيبك ولكنه حلف عليها بالطلاق هل يقع الطلاق إذا خذت نصيبها وبعدين هل يعني مثلا إذا صار ورث يعني بعد أمر طويل إذا مثلا هل تاخذ فلوسها يعني مثلا خسرها فيها يعني إحنا في الكويت عندنا الأراضي 200 ألف 300 ألف هل لها الحق أنها تاخذ هالفلوس هذه اللي اخسرتها وهي ما عرضت عمر عليه أن يشتري نصيبها شفعه لا بل عرضت عليه لكن ما رضى ما رضى ما رضى ما عند المبلغ أنه يشتري نصيبها الأرض هذه مبلغها كبير طيب أب شيري ولكنه يعني كان هل لها حق أنه ما يقول لها أنه في أحد يشتري الأرض بهذا المبلغ يعني يعني هي عندها وها محبة طلاق هي امرأة يعني متزنة خايفة على بيتها خايفة على سمعتها إن شاء تقول أنا بنفس الوقت أبي نصيبي بس مو أعرف أشتري شريف مرحبا الله يحفظك وداد من الشعر قبارك الله تقول الحمد للأنعم الله عز وجل علي بالصلاة وشيء من هذا القبيل لكن تقول أثناء الصلاة يعني تأتيني أفكار بعد الصلاة أبدأ يعني التدبر في الآيات القرآنية مثلا وقليل من عبادي الشكور وشيء من هذا القبيل أختي وداد بارك الله فيك ورضي الله عنك طبعا من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الإسلام هذه الصلاة ولذلك الله عز وجل فرض هذه الصلاة في أول أمر خمسين صلاة ثم خففها إلى خمس صلوات قال تعالى هي خمس بالفعل خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي الصلاة سبحان الله صلة بين العبد وبين ربه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر نادى بلال أرحنا بها يا بلال يعني أقم الصلاة ولذلك الصلاة جنة الصلاة نعمة من نعم الله والأصل أن الإنسان يخشع في صلاته هذا هو الأصل ولذلك أجر الصلاة ينقص على قدر نقصان الخشوع فكلما نقص الخشوع نقص الأجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإنسان الأصل في الصلاة أنه يتدبر و يتفكر و يتعقل في الصلاة فيما يقرأ مثلا بعض الناس الآن يصلي و ما يدري ما صلى و ما يدري كم الركعات اللي صلى لا الانسان في الصلاة لما يقرأ يتفكر و هذا لا يأتي إلا بعد يعني معرفة قيمة الصلاة و قدر الصلاة و معرفة الحالة التي يقوم فيها المصلي بين يدي العز وجل لأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه و يرى حاله و يعلم سره و نجوه و هذه كلها تؤثر فيه و هذا لا يمنعي يا أختي و داد أنك بعد الصلاة تتفكري لكن الأصل في الصلاة و بعد الصلاة تقرأين القرآن و تتفكرين و تتدبرين ها خلاص طهي وقت الفاضل أمت الله من أبو ظبي و عمر بن الكويت سامحوني لأن وقت البرنامج أنت كان بيودي والله أني أجيب على كل الأسئلة لكن يعني هذا نصيبنا من وقت البرنامج إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على الأسئلة المتبقية والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته